بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة سؤال حول تجارب الاقتراب من الموت هكذا سمها الغرب الاقتراب من الموت هل هذا الاسم صحيح أولا؟ طبعا هو صحيح لأنه بالفعل هناك أو ناس يقتربون من حالة الموت ولكن يعودون إلى الحياة في القرآن الكريم الموت يختلف عن الوفاة الوفاة تعني عدم الرجوع إلى الحياة لأن الله عندما يتوفى النفس يوم الموت أو لحظة الموت فإن هذه النفس لا تعود بينما حالة الموت يمكن أن تكون حالة مؤقتة مثل ذلك الرجل الذي يسمى العزير عندما مر على قرية فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها قرية ميتة يعني لا حركة فيها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه إذن هذا درس لنا نحن أيضا أن الله يميت ويبعث في الدنيا إذن هذه الآية تخبرنا أن هناك إمكانية أن يموت الإنسان ويعود لأن هذا مدام حدث مرة مع العزير فيمكن أن يحدث مرة ثانية ليكون آية لنا وإلا من فائدة من فائدة من إنسان اقترب من الموت ورأى قد يرى الجحيم أو يرى إشياء سارة فيعود ويخبر بما رأى قد تكون هذه آية بالنسبة لنا أيها الأحبة وبالتالي لا داعي لأن ننكر أن هناك بالفعل اقتراب من الموت أو أن هناك ناس يموتون ويعودون كما حدث مع العزير وهذه طبعا معجزة خاصة بالعزير وهناك أيضا معجزات خاصة بسيدنا عيسى عليه السلام الذي كان يحيي الموت يحيي الموت وحدث إحياء للميت أيضا في زمن سيدنا موسى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت إذن هذا في الدنيا كله فاليوم ما هو المانع أن يحدث موت وحياة لإنسان ليكون هناك عبرة يعني أنا لا أرى أي مانع لهذا الموضوع بما أنه ذكر في القرآن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نجزم أن هذا الإنسان مات ورجع لا نحن نقول اقترب من الموت ثم عد وبالتالي هذه التجارب اليوم أيها الأحبة معظم من يخوض هذه التجربة أحيانا لا يعود النسبة العظمى لا تعود يعني هناك من ينصى بحادث مثلا أو يقع له مثلا حادث غرق أو حريق حرق يعني أو حادث سيارة أو يحاول الانتحار إلى آخرين ولكن لا يموت يبقى في حالة يعني تحت العناية المركزة ومن خلال الأجهزة يعيش على الأجهزة هذه الحالة أيها الأحبة تسمى حالة الاقتراب من الموت يمكن أن يمكث يوم يومين شهر أحيانا سنوات هناك حالات نقرأها على الإنترنت وموجودة هي بالفعل لأناس دخلوا في غيبوبة لعدة سنوات ثم عادوا وعندما سئلوا قالوا لابثنا يوما أو بعض يوم يعني عندما عاد بعد هذه السنوات طيب كم سنة مر عليك قال ربما يوم أو بعض يوم أو جزء من يوم طيب هذا ما حدث للغزير عندما بعثه الله قال له قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وحدث نفس الشيء لأصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعة فعندما بعثهم الله قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فإذن هنا آية من آيات الله أنا يمكن أن أسميها توقف الزمن بالنسبة لمن يخوض تجربة الاقتراب من الموت إذن أحبك فلانتبه كل من يخوض تجربة الاقتراب من الموت يتوقف بالنسبة له الزمن فبهذه المعلومة لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدركها صح؟ في ذلك الزمن قبل 1400 سنة لا يستطيع أحد أن يدرك أن الذي يدخل في حالة غيبوبة فقدان وعي ويعيش على الأجهزة أجهزة الأكسوجين والمغذيات لعدة سنوات ثم يبعث من جديد أن هذا الشخص يشعر أنه نام يوما أو جزءا من يوم بالنسبة له الزمن يتوقف مثل النائم العادي هذه المعلومة لم تكن متوفرة في ذلك الزمن من أين أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كيف علم أن الذي يمر في حالة موت طويل أو في حالة مثلا كما حصل مع أصحاب الكهف فضربنا على أذانهم في الكهف السنين عددا أن مثل هذه الحالات عندما يبعث من جديد ويسأل كم لبست يقول لبست يوما أو لبسنا يوما أو بعض يوم هذه المعلومة نحن نراها الآن بأعيننا من أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه التجارب الاقتراب من الموت هي آية لنا تثبت أن القرآن كلام الله الحق فيها إثبات مادة ملموس على أن القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى ثم إننا إذا نظرنا إلى معظم من يدخل في تجربة الاقتراب من الموت وهذا الكلام موجود موجود في جامعات عالمية تناولنا كثيرا من هذه الأبحاث في الحلقات السابقة كل من يدخل في هذه التجربة يرى يشعر أن نفسه خرجت وأنه يرى الأطباء وهم يقومون بالعمل الجراحي ويرى الأجهزة ويرى الناس الموجودين تصوروا إلى الأحبة فهذا دليل آخر أيضا على صدق القرآن كيف الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلمة إذن القرآن يقول لنا عندما ينام الإنسان أو عندما يموت تخرج النفس وبالفعل النفس عندما تخرج في حالة الغيبوبة أو ما يسمى الاقتراض من الموت هذه النفس تنظر وترى الجسد وترى الأطباء كيف يشرحون ويقومون بالعملية الجراحية ويحاولون الإسعاف وهذا الأمر ثابت أيها لحبة طيب من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مثل هذه الحالات النفس تخرج خارج الجسد الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني الإنسان الذي لا يموت وهو نائم أيضا يتوفى الله نفسه وتخرج هذه النفس ثم تعود عندما يستيقظ إذن أنت أيها الإنسان كل يوم تموت موت صغرى من خلال النوم هذه المعلومات أيها الأحبة عندما نقرأها اليوم تجارب الاقتراب من الموت وما يحدث فيها ونقرأ القرآن العظيم ندرك بلا شك أن هذا القرآن كتاب علمي ينبئنا بحقائق علمية وطبية لم تنكشف إلا اليوم نحن نراها أمامنا اليوم وهذا دليل على صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن يعني أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شاهدنا صلى الله عليه وسلم أن يبصرنا بهذا الدين ويزيدنا علما إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر